اختيار أحمد الغندور الدحيح إنه هو يقدم مهرجان الجونة وكمان الحديث عن تاريخ السينما إيه رأيك فيه؟ بصي هو كنا كنا نميشوه على إن موضوع السجادة الحمرة ده بقى حاجة مستحدثة أهل كم سنة كمان بقى مستحدث إنه يبقى فيه مفاجآت في حفلة الافتتاح وإنه يبقى فيه مخرج مخصوص على الافتتاح وفعلاً زي ما حالك قلت وده بيحصل برا في المهرجانات أكيد دايماً وفي الأوسكار يعني بيحصل النوع ده فأنا شايف إنه قندور من أكتر المؤثرين الموجودين على السوشيال ميديا ليهم جماهيرية والموضوع اللي اتكلم فيه دايماً هو يعني متعوب على الاسكريبت ومتعوب على المحتوى يمكن الملاحظة اللي عندي الوحيدة إنه أو ملاحظتين الأولانية إنه بيبقى أحسن في المسجل عن الهوى الحاجة التانية التفاعل كان معاه أقل من النجوم هل ده لي علاقة بأن النجوم مش جمهوره يعني جمهوره أكتر شباب فيمكن ما كانش بيوصل لهم الإفعاد دي حاجة هم بيسألوا عليها لكن أعتقد إنه كان اختيار جيد أو على الأقل إن اجتهاد من إدارة المهرجان إنها تجيب وجه مش محروق وعايز أقولك الفنان أحمد أمين أنا أعصرت إنه من جزء من شهريته إنه عمل مقدمة زي دي في افتتاء أحد المهرجانات في القاهرة فهذه المقدمات أحياناً بتصنع يعني بتصنع نجوم يعني